بتغتب على المسلماني ان عنده نفس الخطأ بيتكرر طيب يورجن كلوب وليفربول عنده نفس الخطأ من السنتين اللي فاتت ومش من السنة اللي فاتت ارند الباكة اليمين بزيد عامل فيها مارادونا حتى ما بيسيبش فاول صلاح للأسف يعني ودي مشكلة كمان كلوب انا معيش شخصيا فيه يا جماعة انتصراح للرجم الفرقة وفيه فاولات ضربات حرة بسبتة بتبقى على اتجاه رجل صلاح على عدل صلاح بيخلي ارند يلعبها ويحط في السنة المهم ارند بتقدم فيه صغرة وراه المشكلة ان اللي بيغطي وراه المساكن اللي هو ناحيته جول ماتيم ماتيم بطيء جدا فهي التلات جوانات اللي قوم كده ورجع اهداف لفربول السنتين اللي فاتوا طيب دي مشكلة اتنين المدرب بس خلاص يبقى انت يعني يعني مسمالي مظلوم جنبه لا مفيش حاسبها مظلوم ادم انت شايف ان فيه مشكلة في الملعب متكررة ما هو ده اللي انا بقوله بقول يا جماعة احنا مش بنتكلم على خطأ بيحصل مرة وخلاص خطأ مرة وخلاص ده وارد لعيب بصة بصة غلط شط شطة غلط تحرك تحرك غلط ما ده وارد في الكورة لكن احنا زي ما بتكلم عن اخطاء المتكررة الاخطاء المتكررة لو انت كمدير فني مش شايف او بتعالجها عندك مشكلة في وقوف المدفعين بيقفوا غلط طب الخطأ ده متكرر يبقى انت انت مدرب فين انت بصلحش الخطأ ده ليه بتجيبش الناس توريهم الوقفة الغلط تبدأ في الملعب اللي انت توقفهم مظبوط لو عندك مشكلة في التزديد لو عندك مشكلة في الوفرات الكورسات لو عندك مشكلة في الكورات السابتة الخطأ المتكرر هو ده عب المدرب طبعا هو ده اللي انت لازم تعالجه شيلسي المرشح الاول في وجهة نظري انت ايه رأيك انت ايه رأيك مين كسب يا ابني باشي لسه بدري بس معلش بس بص اولا تشيلسي فاكن لما كنت بقولك البداية القوية قوي دي دي ما تطمنش هو مش بدء قوي يا كابتل ده هو من المسلم من اخر المسلم اللي فاته واخد ده واخد بطول اوروبا الرتم العالي اللي كان بيه العبيه الماتشات اللي فاتت مش هيقدر يكمل عليه طيب قلب به الكورة كده طيب اوكي قلب به الكورة كده ما ينفعش تبدأ عالي لازم تبدأ متدرك تبدأ تعالى 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 تبدأ بالضغط ده وتبدأ بالحماس ده وتبدأ بالقوة دي مش ممكن تقدر تكمل خلي بالك بس القصة برضو في الآخر مش لعيبة بس في الملعب لا لا مقموضاتك بره ده بيدين الزافر طبعا 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 مع الناس دول لانهما الناس دي مبتكة هو غلط غلطة صغيرة جدا في التشكيل انهو حط كنتي ما كان كاي هفرس اللعيب اللي هو ماتش اللي قابليه كانت يقول نزل كسيمه ماتش اللي قابليه محطش كانت يحف حطه في نص الملعب ثالث لكن المرات تجرأ ولعبه هف وخلاص شكرا خسره هنا وكمال التلاتة اللي عنده قدام مفهمش حد سريع هو غلط المدرب اللي غلط الماتشات التقيلة الماتشات التقيلة ما بتحتاجش تأليف تمام التأليف ساعتي خصار ده اللي كنت اسألك فيها انت النهاردة يخصارك فاهم لازم تبقى بنفس السيستم بنفس الاسلوب بنفس الطريق اللي باحث زيته لما بتيجي تغير فجأة ساعات الدنيا بتهرق وماتش كبير مش محتاجه لأطلق خلي بالك ده اللي كان بيغرق جوارديولا ان هو سعب بيعدي فكر ويعدي مش عالف اي رح قالب الدنيا البصات الكبيرة وبص تلاقي الفرع قدامك ايه ده مين دول مش هم فيه حاجة عايز اقول لك يا شب تنهاري انا بسة عايز اقول لك من قبل البرنامج مع الاهلي ومع تشيلسي ومع فيه يا جماعة طبيعي الاخذ بالاسباب وطبيعي حط الخطة كويسة وطبيعي اللعبات بقى فايقة بس احيانا كتير جدا بتحصل بتبقى فرقة حلوة قوي وعملة كل حاجة عليها وبتخسر احيانا مع المستوات الكبيرة مع الليفر مع منشاستان سيتي منشاستان سيتي واتشيلسي انا حتى بسط على اشوف ملعب مين لقيت ملعب تشيلسي بس هما دول مش فارق معهم الفارق دي وكلام ده بس انت هنا النهار ده هجمة هنا وهجمة هنا كرة هنا وكرة هنا ما انتش عارف مين مين كونيكسة ويخسر ولكن انت اعمل اللي عليك كم مدرب ما تفتيش ما تبداش غلط هاخدك لمانشيستان وناتد وانا وانت دايما نقلعبهم لما حتى مش حاطرهم في التنشيحات خالص مع ان فيه نجوم سانشو وكريستيان ورونالدو اضافات رهيبة بس خسر على ملعبه من قصة الفيلا وعلى صفر